وعلى صعيد مستجدات أخبار الشركات والأعمال تصدرت أسواق الإمارات والسعودية البورصة العربية خلال الربع الثالث من العام الجري وذلك بعد تحقيقها مكاسب سوقية نهزت 167 مليار دولار حسب ما كشف صندوق النقد العربي وذكر صندوق في النشرة الفصلية لأسواق المال العربية والتي ترصد بالتالي أداء 15 بورصة أن أسواق الإمارات حققت في الربع الثالث مكاسب سوقية تجاوزت 32 مليار دولار موزعة بواقع 20 مليار و700 مليون دولار لسوق أبوظبي الأوراق المالية و11 مليار و800 مليون دولار لسوق دبي المالي فيما أوضحت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي الأوراق المالية ارتفعت من 755 مليار دولار بنهاية الربع الثالث إلى 776 مليار دولار بنهاية الربع الثالث فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 177 مليار دولار إلى 189 مليار دولار أشرت أيضا النشرة إلى أن السوق المالي السعودية حققت مكاسب سوقية من نحو 134 مليار دولار مع ارتفاع قيمتها السوقية من 2 تريليون وتسعمائة مليار دولار إلى ثلاثة تريليونات دولار ذكرت أيضا النشرة أن بورصة مصر حققت مكاسب بنحو 7 مليارات دولار وارتفع رأس مالها السوقية من 37 مليار دولار إلى 44 مليار دولار أظهرت البيانات الصادرة من مصرف الإمارات المركزي ارتفاع رصيده من الذهب بنحو 53% على أساس سنوي أي ما يعادل خمسة مليارات وتسعمائة مليون درهم ليصل بالتالي إلى 17 مليار دولار درهم في شهر أغسطس من العام بينما في العام الحالي تراجع رصيد المركزي من الذهب بنحو 1% على أساس شهري أي ما يعادل نحو 124 مليون درهم في الشهر ذاته كما أظهرت البيانات نمو رصيد المركزي الإماراتي من الذهب بنحو 7% أي ما يعادل مليار و100 مليون درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي